أفادت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيكتمعان غدا للتباحث في الاتصالات الجارية بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس وذكرت صحيفة إدعوث أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الخلافات بشأن صفقة جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس حول المحتجزين كبيرة جدا وأوضحت أحرنوت أن هناك فجوات كبيرة في المطالب والأراء بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس بشأن الصفقة الجديدة وأنه لا تقدم في المحادثات حول المحتجزين